السلام عليكم كيف ستو مرابس عليكم مزيانينكم شي بخير كل شي مزيان صحة مزيانة عرفت اليوم وجدت لكم واحد الفيديو دي الجلال ما عندي شي ما نقول لكم شي حاجة مزيونة وشي جلالي بدية العيد وقبل بغيت نشارك معكم اللحظة الفيلة ليها هي وجدة بالنسبة لأي وحدة مهتمة بزيادة الوزن أولا ما كتكون شي عند الشهية مفتوحة وبغد أنها تجربة راهية كتعطي واحد المفعول اللي هو مزيون وفي نفس الوقت كتعطيك حتى الطاقة باش أنك تتحرك وبطبيعة الحال راه طبيعية مليون في مياه وسبقت اللي عفوان شاركت معكم كيفيش كالتعدال والتفاصيل يعني كيكونوا فيها بزاف ديال المنافع اللي هما مهمين خصوم يكونوا في الدات ديالنا وهي مزيونة بزاف وصلحة حتى العيال صغر ودابة هنا يا عنتقلوا باش نشارك معكم جليل بدية العيد شي حاجة ليه يمزيونة تلاقي بكم وأكيد هنشرح لكم كل جليليبة باش مخدومة باش اللي غا تشري شي جليبة من عندي أكيد خصت تكون عرفة باش مكينة بالنسبة لهات جليليبة هادي هادي التوب ديال المليفة مخدومة بزوق معلم طفيرة رقيقة تريسنا ترقاقين طفيرة هوا داحتها الأرض ومخدومة بتعصب ديال ليد وأكيد رافقناها بشتيتو ديال بيرلات طبيعة لحال بيرلة حرة وجوهر المهرس عرفتو جليليبة جت هماوية وجت آنيقة وكلاس ومزيونة ممكن أنك تلبسها بوحدة تبلق قميس وممكن تدي معها حتى القميس يعني بالنسبة للقميس هذا اختيار ماشي بالضرورة جلا بخصت تبع بالقميس ديالة ونشارك معكم الوين ديالة الثاني اللي هو في هاد اللون الخضار ملاكي تاهي يجد في لنا شنو هادي زيدنا لوح الإضافة ديال الكتيفة يعني زيدنا لوح زوي وقايدة في الكتيفة وجدتها هي مزيونة مخدومة بتعصب تريسنا تعرفتو وكان خدم بيوم رقاقين ما كان خدمش دك الشي دل الخدمة ديال القيطان ولا الكابلي لا هادو مخدومة بتريسنا ترقاقين جيلي بمزيونة وتتوب ديالة ديال مليفة بالنسبة للقميس حالي قلت لكم ممكن أنكم تلبسوها بالقميس وممكن تلبسوها بالقميس وبالنسبة للطايا في هال اكس ال دول اكس ال ممكن تجي حتى التروة اكس ال حيدي شو سيسعين من جيهة ديال السدر بالنسبة للموضيل ديال هادو القميس هادو محبوب الجماير بحالي كان قوله انا عرفتو العام اللي فات كنت خدمتو وكان الاعجاب ديالكم بزف وهاد العام هادو شحال من واحدة اللي قاتلها عود لنا هادو القميسة هادو على دكشي وما عندي متوفرين في الماحل وبالنسبة للجليل يبا هادو هادو في الكحل نفس الزواقة شنو هي كحل في كحل إذ دخلنا لشتيتو ديال جوهر مهرس طبيعة الحل ام جي بي الحر وشويش ديال حجيرات الدميعات اللي هي حجيرات ديال بريسيوسا شوفوا لي جليلي با كيفجز انا بعد الكحل كي حمقني وكي اجبني بزف بزف ما عرفتش هي وشتدتو بحالي لكن اللي متأكدة منو هو واحد مجموعة منكم تهوما كي اجبو بلكحل شوفتو تعصاب باليد هاد العام هادو خرج تعصاب باليد بزف زوق مع اللامو تعصاب باليد وتوب ديال هادو تهي مليفة تهي خدمت بالمليفة في مليفة رقيقة ما كتتحبب ما تحاجق ودبعنا يا غنشارك معكم هاد الموضيل هادا قولوا لي كيفجاكم انا بعد عجبني بززف عفتو هاد الخديمة عشت في فنة دخلت البرشمان بليد ودخلت فيه التعصاب وجت جليلي با وهي القميص ديالة يعني جوا مع بعض ديتهم وشوفوا لي ببرشمان كيفاش جا في القب كيفاش مزيون وجام تحف والوينته هو جام قدب وانيق ومزيون شوفوا لي كميمة جوا شويش مصر جين ومستدر جات خديمة رقيقة يعني مجاتش غليطة بزف وبالنسبة لتعصاب كينين في السدر وكينين حسف الكميمات ويلاحظتوا زوقة ديال بورشمان هوا ده حتى الارض وفي نفس الوقت هيدا مرشو شجي هاد الكتيفات عرفتو هاد الوين جا كي حمق وجام زيون اصلا هاد الموضيل جام زيون بزف على دك شي عملت فيه ثلاثة ديال الالوان كله لوط صراحة جا احسن من اخر يعني الوينت دياله جمئات بينهم زيونين شوفوا انا كنحاول انني نقرب لكم تصوير باش شوفوا الخديمة كيفاش النية كيفاش متقونا زع ما نصيحة كأخت للكم اي وحدة بغا تشري جلابة تشري هادابا تخليشي تل ايام بالعواشر ايام ديال الضغط اللي كيكون فيه كل شي مش حول عادك ساع قطلبو جلابة وشوفوا لي هاد جليليبة هادي تاهية هاد الوين هادا شوفوا كيفاش جا ججد الوينة تم دخري في الجلابة والقميص عرفتو لون جام زيون بزف عطا واحد النظرة انيقة بزف عاد جلابة بحال اخرى اللي فاتت غيرش انه اللون هو اللي مبدل وشوفتو لي بورشمانتا هو عملناه لبليد جيها ديال القب على هاد الشكل توب ديال المليفة جليليبة كتلبس XXL جليليبة مزيونة وشوفوا لي الزوق دي معلم كيفاش رقيق وكيفاش متقل وتحصب بليد كيفاش مزيون وكيفاش متقوق عرفتو جليليبة مباشرة جت في فنة احسن بتصوير صراحة التصوير بعد مرات ما كيعطيشي الحق ديال البياسة مهم لكن جت جليليبة في فنة وداب هنا ايغان شارك معاكم وحلويين اخر اللي هو تهوى مميز وحته وجه كيحمق هاد اللون هادا تهوى عجبني بزف وعد المليفة هادا رقيقة يعني اعتمشي لكم بصيف وشتوا كيبشيو الجوج ديال جوج ديال مرات وشوفوا لي الخديمة دي بورشمان كيفاش جت هيدا في كميمة وكيفاش جال قميص هيدا كيبين وشوفوا لي البرشمان هي كيفاش هود حتى الارض ذاك شبيكا وذاك الخديمة دي بورشمان يعني تهليت في جليليبات وخاش جليليبة ماشي ديال عامرة جليليبة ديال صواب ديال عيد ديال هيدا شي مناسبة حيث جليليبه وقميصه خصوصا هاد العام خرجوا القميصات بزف لكن في نفس الوقت جات كلاس جات مزيونة والوين ديالا جا ارا كمين بعيد جا موتين للانتباه وتدك تعصب اللي بليد اعطاها واحد الفخامة للجلابة وعطاها واحد اناقة اللي خلها انها تكون مميزة ومزيونة واي واحد بغش يجلب من هادو يتواصل معانا فاتجوج الارقب اللي كينين هنا على الشاشة ودبهنا هي عن شارك معكم واحد جليليبة اخرى اللي هي هادي في الورنج ومخدومة بهاد الزيتي هادا جات جليليبة مزيونة واللي بغيت نقول لكم هو هذا الورنج هادا وخايك يقدر يكون بان في تصوير بزاف متحته لكن هو مشي بزاف معمر هيك الورج ديالو مزيون وشوفوا لي كيفاش جات مخدومة هيدا وخديمة عندها في الكتيفات وفي الكميمة على هاد الشكل جات جليلي بوقميس بخدومة بالرقيق تريس نترقاقين طفيرة نص طوق رقيقة جات خديمة متقونا على حقه وطريقة وجات مميزة واكيد احتها هي من سينا هاشي ببورشمن عملنا لبورشمن شوفوا باليد كيفاش جاود هيدا في ذكل هبيط هيدا لاحظتوا ذك الشبيكة كيفاش جات جاود في لنا ودب هنا هي غا نشارك معكم العظامة ديالجلالب الاناقة وشي انا هاد الموضيل هادا حمقني بزاف عبتوا كيفاش طلع طلع كي حمق طلع خطير بمعنى الكلمة واللي مزيون هنا هو اناني خكيني نجليلي بتلي خدمتهم فهاد الموضيل هادا حيط اشانا عارفة هيعجبكم وبطبيعة الحال موضيل هماوي وعاطي للعين بطبيعة الحال تهو دخلنا فيه البرشمن ودخلنا فيه التعصب بزاف كيف لاحظتوا كميمة عمرين صدر عمر بغيت هيدا نعملكم جليلي بدية لعيد شي حاجة بحلي كتعجبكم شي حاجة اللي هي كتكون مصرج يعني شي حاجة بحلي دفعتها على اليد باش تتخدم ما بغيتش نشطر في التعصب ونعملكم مثلا نغيف سدروا كميمة لا لا العكس طلعت جليلي بتلي هما مصرجين ومزيونين ويدلا حطو ذك التعصب ديال عملتو فزيتي في اللون ديال القميص اللي منتاحيت جليلي باجات مزيونة وبحالي قلتلكم اللي مميز فهذا الموضيل هو ان كينين جليل بات اللي فادزوا وقانيت خدمتهم بالقميص وكينين اللي خدمتهم بالقميص يعني لكم الاختيار بغيتو تدي جلابة بالقميص بحال هيدا بغيتو تدي جلابة بالقميص بحال هيدا شوفوا لي هاد اللون هادا اللي هو فلاجوري تهو وجمزيون وخدمت له الخديمة لون في لون توما عارفين جلابة لون في لون عاود كتعطي واحد الرونق واحد الحايات اللي بياسة يعني كتعطيه واحد الاناقة ممكن تدخلها الشال او الفولر اللي بغيت اللي حبيتي تعملها ويدلا حظتو كينة طفيرة رقيقة هو دا الارض لعقيدة هوا دين حتى الارض كل حاجة وكيفاش كينة اللي عمت لها نصة وكينة اللي خدمت لها الخدمة الارض لعقيدة بلديين رقاقين خديمة مزيونة وعملت فيها واحد لون اخر اللي هو مميزتا هو اللي هو هاد زرق بحالك يقولوا الزرق كيغرق عرفتو كيفاش جاتت الزرقها جاتت فينة بالحق ماشي معناتا اناني خدمتم لكم انا بلقميصة غايبقوا جلال بلقميص لا ممكن انك ندخلو لك القميص على حسب اللي بغيت انتينا يعني ما كينش مشكل بحالك تشوفوها نحن جلال بهادي بالقميص وممكن تكون بالقميص دل كوية او لديل رنضة او لديل طفيرة على حسب انتينة وشنو اللي بغيت او لعلى حسب انتينة وشنو كي عجبك وشنو اللي بغيت او لمتلا عندك دل كوية بغيت دل رنضة لحسب اللي بغيت انتينة وشوفوا لي لون فلون كيفاش جا جا مميزيك عرفتو جاوم زيوني مزيف وانا قدت لكم خديمة بالرقيقة حبيت اني نشارك معكم هذا جليلي بات هذا ونشرح لكم بياسة بياسة ودب هنا يعني نشارك معكم موضي الاخر اللي هو هذا شوفوا لي هذا اللون هذا كيفاش مدخل فيه فهذا الوين هذا بحل مخضر بحل شوي بيه وموح الوين مزيون ومهدن ومخدومة بالمخ كيف لاحطوها ومخدومة تهية بالبرشمان ومخدومة بتعصب باليد يعني شي حاجة مزيونة جليلي بفنة والتوب ديالة ديال مليفة رقيقة اللي ممكن تلبسها شتوة وتلبسها حتى في الصيف شوف كيفاش جد الشكل ديالة هذا الوين هذا الصراحة اعطاها واحد منظر اللي هو مزيون وعطاها واحد اناقة عافتوا كيفاش جد فينا مزيونة ديالة بالصح خصوصا هيدا مباشرة مي هيدا كتلبسها وتشوفها جد صراحة مميزة لكن هذا موضيل هدي بياسة اللي كين عيني هاد اللون هذا واللي كين حيتاش اللوانة ديالة اخرين كنت خدمت منه ثلاثة اتبعوا وشوفوا ليه هاد الوين هذا هذا القرفي هذا عافتوا هاد اللون جا خاطير في هاد الموضيل جد فينا وطبيعة الحال كيف لاحظتوا عمتل القميص ديالة لون في لون وعد خدمت لها بورشمن زوي بقد بورشما هيدا هوادا وعمتل العقيدة بلديين تريسنت ارقاقين خديما مزيونة وخديما متقونا ودك الشي كلاس كشي واعر واعر كشي متقونا مزيون ديال بالصح جليلي با وقميص بالنسبة لها دي تا هي فيها جوج كينة فيها ال اكس ال وفيها حتده بال اكس ال وتقدر تلبس حتا اللي كتل تلبس طيائل على حسب انتينه وش كتبغي جليلي با توسيس عين اولا جليلي با تقدى ديالك على حسب انتينه وش انه اللي بغيتي كل واحد ودو قدياله لكن هاد الموضيل هادا وهاد اللون هاد القرفي هادا صراح ما توقعتوش يجي هيدا ودبهنا يعني انتقلوا الواحد جليلي با يا سلام شوفوا لي هاد البلونكاسي هادا بهاد الوين هادا كيف اججا عافسوا كيف اججت جت فنة هاد الموضيل هادا ما كينش اللي ما عجبوشي اكيد خدمناها لون في لون بالنسبة لطفيرة والتريسنت والعقيدات بلديين كل شي لون في لون وحملنا لزوقة بورشمن في ذاك الوين اللي مدخلين في هاد طرز ديال مرضوخ جت فنة وشوفوا لي هاد جليلي بها دي تهي كيف اججت تهدي في البج الوين ديال مزي ونوجم هادا ودخلنا له هاد غزبي بهذا ودخلنا له تسعصب هاد زوبي بقى جت فنة وجت مميزة وجت حاضية للعين عافتوا جلابة تقدر تلبسة عروسة وتقدر تلبسة شي وحدة مشة للعمرة وتقدر تلبسة شي وحدة ما مشلتها موطعي بغا تفرح براسة حيث اجتوا ما عارفين دابا هاد الالوان هادو رجعوا كل شي كي يلبسوا ماشي بالضرورة تكون عروسة ولا مشة للعمرة وانا يبغيت نشارك معكم هاد الموضيل هادا تهوة اللي في الكحل هادا مخدوم كامل بالمهرس دخلنا له هاد القميص هادا اللي من تحت اللي جاء في العنيق ديال وهيدا طالع تهوة جمزيون ويدالله حتوزو وقا هادا ديال المهرس جت عفوان بحدك الشكل ديال هادا ويني جت مخدومة متقوقة ورقيقة وجت مخدومة على حق وطريقة وهناي اغا نشارك معاكم عاو تاني وح الموضيل الاخر ديال المسلول خدمتوا هادا مرة لون في لون كيف لاحظتوا ودخلت له احطت جوهر لمهرس لون في لون بالنسبة للقميص ممكن تعملوا له هاد الخديدار ممكن تلبسوه وتعملوه اي لون بغيتو لون في لون ممكن تدخلوه للباج ممكن تدخلوه لبس الزف ديال الالوان توا معارفين الحاجة مي كتكون لون في لون كتقطلة يعني ممكن تعمل معها اي شل اي فولار اي حاجة بغيتيها وحاجة اخرى اللي يعود وحالفكرة اللي مزيونة تقدروا تعملولا الشل تشريو الشل عاد نعملو عليها القميص ما كنش مشكيل وان شاء الله قريبا غنشارك معاكم هاد القميصة هادو هنا فقط شاركت معاكم واحد عندي القميصات بحال هيدي يعني شي حاجة هماوية مزيونة ديال الصباح ديال العيد هاد القميص هادا بجا كي حمق جد فيه طفيرة مضولة على جوجه هودة الارض العقيدة بلديين دكتريسنات ارقاقين مخدوم الجوهر الحر والخديمة ديالهم زيونة وغللطة كيبان بحالي متروز ما كيبان شي بحالي هو منبت لكن هادا تنبت جمز زيون يعني بياسة مميزة شاء الله الفيديو اللي مجي هنحاول انني شارك معاكم هكذا القميصات والقفيتنات وغنعملكم فيديو خاص ديالهم حيتاش عندي شكيلات بززاف عيدا مختلفين وعندي شي حاجة هيدا مميزة وأكيد ما نساكم شي حتى من الحاجات اللي هما نقص ثماني يعني ذاك القميصة اللي كيكونوا ديال 250 درهم حتى هما ان شاء الله هنوفرهم لكم لكن هادو انتم معارفين شي حاجة اللي هي مختلفة وأكيد غنشارك معاكم واحد الموضيل ديال واحد القفطان لكن ده بفقط هنشارك معاكم بياسة وحدة اللي هي هادي والمرة اللي مشة ان شاء الله غنعملكم فيديو خاص ديال قفيتنات في حال هيدا شي حاجة اللي هي مزيونة وشي حاجة اللي هي مختلفة وان شاء الله يكونوا فيهم أتمين اللي هما مزيونين وشوفوا لي الكحل أنا الكحل بعدها ما كان قدرشي أنني نصبر عليه من بارتاجيشي معاكم على دارك الشي شاركته معاكم هو الولاني وداب هنا يا نكون صفي سليت معكم الفيديو ديال اليوم كان شكركم بزف على حسن المتابعة وعلى التعليق ديالكم اللي هي أكتر من رائعة ومرحبا بأي وحدة بغا تشري من عندي ومرحبا بكم وألف مرحبا تنوروني وتشرفوني وشكرا مرة أخرى على حسن المتابعة وسلام عليكم إلى فيديو جديد إن شاء الله وشكرا